مرحبا بكم في موعد جديد مع الذاكرة موعد نلتقي فيه مع صانع أو شاهد لمراحل هامة من تاريخ حياة الجزائر المعاصرة اليوم نلتقي في الجزء الثالث من موعد مع الذاكرة مع الحاج محمد طهر خليفة الضابط في الولاية التاريخية السادسة وأحد مساعدي العقيدين سي الحواس ومحمد شعباني مرحبا بكم مجددا الحاج كلنا توقفنا في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من الحوار عند نهاية مجموعة عبدالله سلمي يعني في 1962 في 1962 بعد وفق إطلاق النار تحالفت الولاية التاريخية السادسة بقيادة محمد شعباني مع قيادة الأركاء الحدود بقيادة الهواري بومدين وكان قوات الولاية السادسة كانت القوة الضاربة أو القوة الأمامية في الدخول إلى العاصمة وقعت منوشات في مناطق منطقة المسيلة ومنطقة عين الحجل مع قوات الولاية التاريخية الرابعة رحوا فيها ضحايا وشهداء من الطرفين هل لك شهادة حول هذه الحادثة؟ الشيء اللي حضرته أنا ونتكلم لك على الشهادة اللي عشتها ما هوش على الأقويل ولا الشيء اللي يقلي لقينا مع سي بومدين رحمه الله في الوتل ترنزاة تلنطيك في مدينة بوسعدة مع سي بومدين ومحمد شعباني وكان هناك قرار دخول مدينة الجزار العاصمة الشخصية لم يمشيش مع القفلة هناك وقع الاتفاق وجنة محمد شعباني قوة من الجيش الولايات السادة وتحت القيادة ومشاوا طبعا بشي دخلوا الجزار العاصمة وفي طريقهم تعرضوا لهم مجهدين من الولايات الثالثة اللي كانوا في ذاك الوقت مع العاقل محمد فرحيد مع منخدة ومع الحكومة المؤقتة مع الحكومة المؤقتة في فعلا وقعت منوشات وللأسف سمعنا باللي وقعت فيها ضحايا من الطرفين وفي الأخير تعقلوا المجهدين نتعالو الولايات الثالثة وبفضل الحوار اللي سي محمد شعباني يحاور بعض من الضباط نتعالو الولايات الثالثة توقف توقفت الطلقات النارية وتوقفت المعركة وفتحوا الطريق وخلوا الجيش التعالو الولايات الثالثة وفيهم مجموعة من المجهدين اللي كانوا مع اللي شعوا مع سي بومدين من المجهدين اللي كانوا في الحدود ودخلوا هناك الجزاء العاصمة هذه الشهادة نتعي في الموضوع هذا ما عنديش تفصيل أكثر من هذا نعم فتح الطريق كان بعد المحادثات ومحمد شعباني مع بعض الرفاق من الولايات الثالثة هي ترجع للملاقات بتاعتلمسان احنا بعد الاول استعراض بعد الاستقلال اللي درنافل اللي في سطيف بعد ما كمننا اولا تلقينا بشي تنوسي محمد شعباني بالسيارة من بسكرا الى بريكا في بريكا تلقينا مع سي بومدين ومع قفلة كبيرة من الجيش نتعى الحدود ومشينا داخلين للسطيف تعارضنا في جهة برج بريكا مع وحدات من الولايات الثالثة ما خلونا ندخلوا نمشوا للسطيف فوقعت مع سي عيساني مفاوضات مع جمع نتعى الجيش نتعى الولايات الثالثة وفتحونا الطريق ودخلنا المدينة السطيف وعين الملاحظة في ذلك الوقت سي محمد شعباني ما يعرفش يسوق والسيارة الوحيدة كانت عندي هنا خذيت معايا سي محمد شعباني بحذية ونسيبوا مدين من الورا ومشينا مع القافلة على الجيش وتخلنا للسطيف الجيش فنلقوا الجماعة على السطيف موجدين ثم مستقبلين نقلنا سي محمد صالحي حيوي هناك والقلنا سي الطهر زبيري ثم والقلنا سي علي منجلي ثم إذن الجيش تخلت ثكنا وتكون لهم غدوات درنا ديفيلة أي أول استعراض وأول خروج المجاهدين للملاء وتخليل ملاء للشعب وقعتنا حتى مشاكل من المواطنين وبالخص من النساء ثم اللي يتلاحوا ويعنقوا في المجاهدين حتى نقل درم بشر عرض الناس أعباس فرحات للدار نتعه مشينا للدار تغدينا عنه سيمو حمد شعباني وكنت مرة في قوانا سيد طهر زبيري ومع سيمو حمد طهر شبيلا هو مزال على قيد الحياة لحد الآن سيمو مدين مع سعلي منجلي حسوا للطاولة فيها حوالي ثمانية من الناس هذه الطاولة في دارو تغدينا هناك وقع حوار من جملتها هذه شهادة لله يقول عباس فرحات بعد ما كمنا الغداء قال لمرأ نتعه وحطينا القهوة وقفلي الباب حطت القهوة وقفلت الباب وراحت دار سيمو مدين والمجموعة المجاهدين قال التاريخي اشهد لكم وأن أنتم من اللي حررتوا الجزائر من الاستعبار غير أنا ما رأكم ما تعرفوش مكايد فرنسا خلوني نصبوني على رأس الحكومة لمدة عام والعامين باش نحاشيكم المكايد لتعفرنسا أن فرنسا عمرها ما طرده وما تقبل بالانهزام من تح وذرك هذا ولا تبدأ تنصب مكايد الجزائر باش تتحاول تغسل العار عن هزامها في الحرب الجزائرية الطالب بأي طول الثقة يكون ناياس حكومة الاستقلال حكومة الاستقلال هي حكومة الاستقلال هذا قلتك بعد ما كمنا الدفيني بازال ما هل تتكلم له سيبو مدين رحمه هل تتكلم بالضبط المعذية هل تتكلم هذا يقبل خمسة جولية لا هذا بعد خمسة جولية بعد الدفيني صفية معناها الصورة التاريخية هذه الصورة التاريخية من اليمين إلى اليسار خليفة محمد طهر هاو بالنجوم وفي ثلاثة كذاب ثاني واحدة سي العربي الميلي رحمه الله كان كوماندان في الولاية الثانية مع صالح صوت العرب واحدة سي صالح بوجمعة اللي توفى ولاية ثانية توفي مؤخرا في مؤمنة المتحدة أمريكية واحدة سي محمد شعباني واحدة سي طهر زبيري واحدة سي بو مدين واحدة سي عباس فرحات وبعد عباس فرحات كان الحاج من العلا هذه الصورة هذه في مدينة تسطيف هذه في مدينة تسطيف اللي شك في فيك بكونت ضابط هاي الصورة هل نستطيع أنا نقعد مع القيادة العامة بالأوسمة الذائية اللي في مبتلت النجوم اللي ربانع على الصورة أما الصورة اللي من هنا هذه اثنان الثورة أنا على اليمين سي سعيد عبادو رحمه الله كان ملازم أول سياسي في الوسط شريف خير الدين اللي كان ممرض وكنا نسموه طبيب تعالي ويلة السادة وعلى اليسار أنا ثم كنت ملازم أول إخباري وكنا هناك تحت قيادة بنيطو رحمه الله اللي سيشهد في معركة في الزعفراني الحاجة لاحظت في الصورة الأولى اللي ركت على اليمين وابو مدين وشعباني وغال اليسار وفرحات عباس ما لقيناش من الضباط في فرنسا ولا ضابط فيهم في الصفة الأول لا أو كاين من فوق خلاص كاين علىهم يعني في الصورة خلفية كاين علىهم الفوق ما يبانيش مليح في الصورة وكاين محمأ موحها وكاين علىهم الفوق ثم هل كانوا ما يجرؤون ما عنهم كانوا ضباط ثاني فما كانوا يجرؤون يقريحوا في الصفة الأول ما زالوا ذلك الوقت ما هم شبعينين ما كانش عندهم ما كانتش طرع حتى هذه قضية ضباط فرنسا وضباط الجيبال أنا منشبه القضية ضباط فرنسا أنا أعتبر بكلهم مجهدين وكانت الدعاية اللي صارت ولي جبدوا ضباط فرنسا وضباط فرنسا بفضل هالجماعة اللي تحقوا بالثورة بفضلهم هم اللي تمرنا ودربنا ونجمنا باش نواجهوا فرنسا فكانت تقريبا الإطارة الأولى نتعى الثورة كانوا بكلهم تقريبا نتعى فرنسا أنا شخصيا في بوسعادة أول مسؤول سعب القادر ذبيح سعب القادر ذبيح اللي أصله من تيرت سيسليمان لكحل الضباط فرنسا تطرح على ضباط الحدود اللي تحقوا مؤخة في السنة الأخيرة وفتارات الأخيرة من منطقة الحدود ومعروفين بالأسمة ولم يطرح أي اسم الضباط الدخل اللي تحقوا من الجيس فرنسي اللي تحقوا في تونس الوحيد اللي نعرف من الضباط اللي تحقوا بالحدود نعرف الفاضل رحمه الله من أبطال المنطقة الشرقية واللي كان بين السيلانات ستدير بين الخط شال وخط موريس نعرف نعرف سالم جوليانو اللي كان في تونس واللي مجاهد وحضر في المعركة اللي دام بالثلثية من تقصر نعرف كثير من المجاهدين نعرف سالم سي كومدان سالم سي سالم بالله يرحمه من الأبطال من الثورة واللي كان في القزار ند بوثلجة واللي هرب يقافل كبيرة من بالجنود والتحقب الثورة وكان في تونس هذا مبينين رافيقك العقيد سيد محمد شعباني كانت عنده مواقف حادة من ضباط فرنسا أمي ما يسممون بضباط فرنسا مواقف عدائية ويقولوا من بين أنه السبب من الأسبب السراع بينه وبين بومدين وبنبلان أنه يرى أنه قدموهم وعينه حتى من عام أول وزارة للدفاع بعد استقلال عينه أحدهم أحد ضباط سيد محمد شعباني واش كان يقول كان يقولوا مرحبا بهم كإطارات في الجيش الوطني الشعبي ولكن في المدارس مرحبا بهم في التدريب مرحبا بهم ولكن كقعدة الحاجة اللي كان يخشيها سيد محمد شعباني كيفاش تكون في ضبط فرنسا يقولوني اليوم أنت تسير في مجاهدين اللي كانوا في جبل هذا هو الخلاف سيد محمد شعباني يقول هجمع يمشوا للمدارس العسكرية ويدربوا الجيش ويكونوا من الجيش مرحبا سهلا ولكن يصبح قايد وحدة من الوحدات ويسير في مجاهدين هذا هو كلام محمد شعباني هذا من بين أسباب الخلاف بينه وبين أبو مدين وبين بلا فيما بعد والله الخلاف هذا من الأشياء اللي أولى ما بعد كان عدة خلافات نتذكر حاجة ونشهد بها لله لما كنت رئيس دائرة في بسكرة سوبري في أنت أول رئيس دائرة بعد الاستقلال سنة ثلاثة وستين كلمني محمد شعباني قال لي أروح لي بالطمابيل للمركز نتعى الناحية مشيت له اركبنا في السيارة قال لي نحكمه طريق باتنا مشينا طريق باتنا كي وصلنا لجيه ثلوطة لجينا السيارة جاية من باتنا فيها سيبو مدين رحمه الله وكان يسوق بها عن طر الشوفير نتعو مشينا نحو مدينة بسكرة كي يجبين على بسكرة في جبل بومنغوش دار لي سيبو مدين قال لي ماذا بيا من روحوش القيادة نتعى 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 العسكرية قال لي إذا ممكن نمشوا لدارك قلت له مرحبوس مشينا عندي لدارك بيت سيبو محمد وسيبو مدين والمتحدث طيبتنا العائلة العشاء تعشينا وجدنا جدتنا قهوة قعدنا لثلاث نطع الصباح وهو سيبو مدين يحاور في محمد شعباني ويقولوا يا محمد الجماعة هذة من الخارج رك ما تعرفون مش ريالان عرفون ماذا كون يخصن من الخارج يقصد كل الجماعة اللي كانوا في الخارج السياسيين وعسكري السياسيين بلقص قالوا وراني نعرفهم خير منك محمد وراني نعرف السياسة خير منك وراني عيشتهم في تونس ما تثقش فيهمهم محمد كجنود وكجيش زي ما بالحكم رو في الدين احنا وما نخلو لهمش الفرصة بيش عدثوا بالجزيرة وسي محمد بروح القومية العربية وبالانضباط لأنه تلمية سي الحواس أنه نسخة صورة صورة من سي الحواس نسخه سي الحواس كأنه سي بوحب شباني يقول يا أبو مديان هذه حكومة وهذه معترف بها عالميا والنظام كما هكذا وكذا يدور ليسوين يقول يفهمه بحب الشي فما نرى نعرفهم بخير منهم والله إلى ثلاثة صباح ثلاثة صباح علينا حاول دار لبو مدي المحمد قال يا محمد ربي يهديك حاول يقصد جماعة بنبلة نعم يقصد جماعة بنبلة بنبلة نقصد كان يحذر فيها شكون هما السياسين كان يحذروا منهم منذبية منذبية ليش اسمها نقصد كان يحذر منه كان يحذر فيه من السياسيين بما فيها بنبلة قلت يحذر فيه من السياسيين يقول يا محمد ما تمشيش في الخطة نتعج معها كان يحذر فيها على خيذر على كل الجماعة السياسيين ويقول ورنا نحن الجيش هذي ذكرني ولا لما كنا في تلمسان ما طلبش بأنه هما كانوا الجيش هما القوة بأنه هما يستلموا يبعدوا السياسيين ويستلموا الحكم مباشرة ما طرحتش هذه الفكرة هذه في 63 في اللقاء نعم فكرة بأنه يبعدوا السياسيين ويحكموا السلطة هما العسكريين ما طرحتش في المول تمس بومدين من سيو حمد شعباني وأنه مال إلى بن بلاء وخاف وأن أبو بابا بن بلاء يأثر عليه وكثير من الخلافات التي وقعت لما في شاسك محمد شعباني لمصر وقابلوا في مصر كرئيس قابلوا جمال عبد الناصر والصحوب التي تتكلم عنه بدأت توقع بعض من الغيرة ويرى سيو بومدين في محمد شعباني خشة من ميول إلى بن بلاء هذه من جملة الخلافات ثانيا النهار الذي يقع التقسيم عن النواحي العسكرية سيو محمد شعباني لم أبو مدين قال له ياسي بومدين لكرك حضرتنا في لكرك حضرتنا في التقسيم عن النواحي وأهم بحاجة وأهم بالخلاف هي لما وقع المشكل القبائل ولما أمر بومدين الجيش يهجم على بلاد القبائل وعلى محند الحاج أي تحمل الحسين هناك أعطى الأمر محمد شعباني باش ينتقل يرحل بالجيش لمكافحة تمرد وكانوا يسمونه في ذلك الوقت في المتمردين انتعى الولاية الثالثة فسي محمد شعباني بالعبرة صريحة قال بومدين عمره من شهر السلاح في وجه مجاهدين اللي كنا قبل لنكافحه مع بعض من أجل الاستقلال وهذه مرضى أشبه بومدين طبعا يعتبرها عاصيا وسي محمد شعباني يبعث بنبلا ولا بومدين شكو يعتبرها سي محمدين الحكم كان فيه بنبلا كان خضرة فقعش كان هذي في 64 وبعث سي محمد شعباني مجموعة لسي محمد الحاج قال له كون مثل يكون متيقن بل لأنني عمري ما نشر السلاح في وجه القبيلية ولا في وجه الجنود الولايات الثلاثة لما وقعت الاعتداء عن المغرب على الحدود الجزائرية ذاك الوقس سي محمد شعباني يكلم محمد الحاج قال له الآن الجزائر في خطر خلينا من الخلافات اللي بينك بين بومدين ولا بينك بين الحكومة وهي نمشوا مع بعض باش نمشوا ننقضوا البلاد ونواجهوا للاعتداء عن المغرب في الوضع في محمد الحاج استجاب وجهز الجيش نüyor ونضم الجيش الولايات الستة ونصف وفاعل الجهة الدوف وال وجهد المجهدين نفس الولايات الثلاثة من الأسباب انهز الجيش المغربية ومن خص مجاهدين الولايات السادة اللي بتعودين على الكفاح في الصحراء واللي يعرف طبيعة العمل الأسكري في مراطق الصحراوية الجردة مباشرة بعدها بدأت عملية إلقاء القبض على قيادية الولايات السادسة تاريخية بما فيهم حضرتكم ثم ختمت بتوقيف واعتقال العقيد محمد شعباني ممكن تغطينا ما يتكلم على تمرد سيموحمد شعباني سيموحمد شعباني عمره لما استجعاه المرأة الأولى بمبلة المشا ودروا له كمين في جهة البويرة وحبوا يقتله الأولى صاحب الثكنة اللي قالوا أعطيني التليفون ماذا بيين كلم بمبلة وكلم بمبلة وقال له بل الجيش وقوا عليها القبض وراني في وسط تاكانه والجيش نتاعر وسمع بالخبر باش ذاك الوقت بمبلة كلموا بمدين باش طلقوا سلاح سيموحمد شعباني واصبح سيموحمد شعباني في خطر وعلى هذيك المرة الثانية اللي استدعاوه ما بشاش سيموحمد شعباني قال لهم تربصوا أما في قضية يلقى القبض بعد ما يلقى القبض على سيموحمد شعباني وبرمدوه وعذبوه ودعوه وكان على يد بن شريف واسباب يلقى القبض قائد الدرك الوطني واسباب يلقى القبض على سيموحمد شعباني نعرف أن سيموحمد شعباني كان عنده قرح في المعدة وكان عند لحملات في عرش لحملات الشرق مدينة بوسعادة فلما وقع له ينكريز القرح بعد الجندي من الجنود نتاع الولايات سيد عبد الرحمن قال له تمشي البوسعادة تروح للصيدلية تجيب للدول فلاني يعطلوا الدول الدول تاع القرح لما مشى عبد الرحمن واتصل بالفرباسيا سمعوا به الجنود وإلا أوشى أوشى به فلقوا القبض على عبد الرحمن وعبد الرحمن هزهم ودهم ديركتهم والخيمة اللي كانت في بسيف وثم نلقى سيموحمد شعباني في حالة يرسلها يتوجع من القرح يلقوا عليها القبض اللي هو في الجبل لكنها شاد جبل وبعد توقفكم أنتم مجموعة تاو بعدما ألقوا أنا ذلك الوقت قبلها قبل ما يلتحقوا جمعها بالجبل سيموحمد شعباني يوم تسعة تاشي جوان سنة 1964 جاتني برقية على طريق لستي ما كنت في قلتك سوبري في بسكرة من عند مباشرتا ما عند بمبلة يقول لي تأتي عزما إلى الجزيرة العاصمة مشيت خذية البرقية ومشيت سيموحمد وقلت له هاي بمبلة ومشي نديري قال لي روح أسمع له وراك تخبر لي خذية السيارة ومشيت المومدين مشيت المبلة وصلت المبلة في الفيلاجولي بايت في الوتال السويس في ريد روي نعطيك اللي أنا الذاكرة الآن ذاكرة في الجزئيات صبحت عند ثمانية أصباح في في نلقى هناك أرشو بيك في الجزئ قبلنا بنبلة في البيت نتعو في الأبراطمان نكمل محور حديثك مع بنبلة في فيلا جولي بعد فاصل قصير لو سمحت فاصل قصير ثم نعود مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني في الجزء الثاني من الحوار الهام مع ضيفنا محمد خليفة محمد طهر خليفة الضابط السامي في الولايات التاريخية السادسة والرفيق الشاهدين العقيدين السيل حواس ومحمد شعباني لنكمل الحديث عن شهادته عن فترة ما قبل الاستقلال فترة إلقاء القبض عليه ورفاقه من قيادة الولايات السادسة التاريخية وسياسين آخرين وتعرضهم للتعذيب ثم المحاكمة والتي انتهت بإعدام المرحوم محمد شعباني توقفنا لقاءك في فيلا جولي مع الأسقف دوفال ورئيس أحمد منبلة سي منسينير دوفال نعم وتك الحكت عن تسميني تاسم ما نلقى منسينير دوفال ثم ذاك الوقت ما كانش البرتوكولات اللي رأي موجودة الآن ما جملتها استقبلنا في بيتو ورأي موجودة ورأي موجودة ورأي موجودة بنبلة بنبلة بنفسه نعم قاعدنا يقول لي بنبلة ما سينير دوفال لأني تموان بهالعبارة ها هو ما سينير دوفال شهد وقل المحمد شعباني يجيب الجيش ويحميني هنا هنا رأني مطوق ورأني مطوق من طرف بمدين والجيش وما عندي من يحميني هذي في الربعة وستين هذي في الربعة وستين في أظن الواحد وعشرين جوان والله عشر يجوان وعشر وعشر قبل عام عام من عام وستين ما يسمى بتسع التوري احنا هكاكش لدخل بوتفليقة لقانا في ثلاثة نحضروا تكلم له سيب ومدين قالوا انتظرني خرج سيبوا بوتفليقة وشاف معنا وعاود الكلام بهالطريقة هذي قال لي يقول المحمد يجيني للعاصمة الهن ويجيب معه الجيش مجملة قلت له قلت له اخترقني اناس وقال لي النهار اللي عرفته محمد شابان عرفته معك انت ونعرف انه عنده اذن ساغية لك وانت من الاصديقات دعو وفعلا صديقي لان محمد شابان عرفته من النهار اللي جنت وانحنا مهسوب مخطينا شبع بعضنا اخترقني قلت لي امشي بلغ له الخبر هذا والشي اللي حبه اراني تحت عمره خرجت من الفيلا جولي وصلت للوتيل السويس ودرك في رودلوية ودرت الشنطة نتاعي باش نمشي نكلمني ريسيبشيوني قلت لي عندي تليفون من طرف بن بلغ رجعت تكلمت بلغ قال لي انتظر ما تروحش قال لي ريبعت مجموعة باش يمشوا يتصلوا بس محمد شعباني بقيت في انتظار فعلا حتى النهار يولا ثلاثة مشيت انتقلت للدار نتاعي كانت عندي دار في جيوبيل بدأت بدأ بن بلغ يستدعي في الضباط نتاع الجيش اللي كانوا هنا منهم جغابا محمد اللي كان وزير المجاهدي منهم سيد طهراج اللي كان محافظ نتاع الحزب منهم حسين الساسي اللي كان ديبيتي كان نايب البرلمان استدعيهم للرئاسة الدمورية استدعيهم الفيلاجولي نعم اللي يوصل الفيلاجولي بالسيارات يحط السيارات يطلع في السلو ويطلع للدار لجماعة الأمن يستنو فيه يلقو عليه القبر هل كانوا من الأمن أمن جماعة الميليشية الحمداش ميليشية الحمداش أنا كنت في جيوبيل كنت في جيوبيل كنت مريض نهارها جابي نونجين تطوقة تطوقة الدار نتاعي قبل أن أتطوق ساعي جاري يقول له حسين أو لا من الحسينية نتاعي الحوشي هو اللي عنده تليفون قال يرواح وعندك مكالمة من عند محمد شعباني مشيت في الفيجابات كلمت في محمد شعباني المكالمة مقاطعة الناس معي إلا في كلمة أهرب مزلت معاه في التليفون جاء داخل خو خبزي اللي كان وزير تجارة على ذاك وخ عمار بن تومي اللي كان وزير العدل جاءوا داخلين للصالون يحضروا معي يقولوا لو يقول لك سي محمد شعباني أهرب ما تنتظرش مزل الكلام من جدخ الواحد من الجماعة أنت حمداش صحت فيها أنا قلت له أخرج شوية أستحيل العرض قلت له داخل هنا فقط النساء وقلت العائلة وشكين خرج بعفت العائلة أنتها يجبت لي كوستيوم وقلت خرج لما نزل من السلم من الفيلة نتقابل ما حمداش ما نعرفوش حكمني من هنا وكنت نم توكي على العائلة أنت عائلة كنت مريد كنت بنتك عليه حكمني مسكني قال لي وراك رايح بكلمة قبيحة هكا قلت له ما عمرك تهضر قال لي أنت هو فلان خليفه محمد طهر ما قلت له أخي أنا بليش خليفه محمد طهر قلت له أنا نجاره وبلومبيي قلت له عيط لي جاري قال لا أنا تكسر له لا واسم والعين انت عوري أنا جيت باش نصلح له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قريب يكسرني وهذه المرة هذه هي الخادم على عائلتي قلت له ما لا بليش حتيش كنس كل هنا قلت له عسكري ضفرني قلل يذهب خرجت السيارة كان قلت له لباب كون مرسيدس ذياك دياس قلاص هثا دياس قلاص ومسك العائلتي أن يوجد lifeline عرف كي يطلع عرف بلي مكان بد version ألي ان العائلة تفربشت شوية كان هذا لم يتصليه محمد طهر جاء خارج يجري يلغانى بعت بحوالي ميتون مترا من قيلوبيلا طلقت على الشريقة. طلقت عليها. طلقت عرصاص. كانت بعيدة. أهربت من ذلك. من ذلك امشيت الوتيل ريجينا. اللي هنا في الجزيرة العاصمة. عند محمد عرب. وصلت على محمد عرب. قلت له هذه القصة. القصة اللي لا تقعدش عندي هنا. امشي كينقاهوا مقابل ساكريكور. مقابلة وزارة النقل بكلي. قال لي روح ثم القهوة. ركذا ذروك نتكلفو بيك. حطيت السيارة في الاستاسيان ديسانس. وروح تلقاهوه ذيك. قاعد ثم. جاءت لامبيلانس. جاءت لامبيلانس. دخلو. أنا كي وصلت لهم القهوة. قلت له. وبعت لي ليكس عرام. دخلني في بيت صغيرة ثم في القهوة. قاعد قلت كندخلت لامبيلانس. دخلوا دوزين في بيت. لبسوا لي طابلية. حطواني في البرانكار. ودهوني في الامبيلانس. ديريكتو من الوبيتال مستفا. دخلوني لسيرفي درياني ماسيا. قاعد ثم في سيرفي درياني ماسيا. حتى جاني بنت فتيفة. الله يرحمه. صيدالي بنت فتيفة. صيدالي بنت فتيفة. فنتال. سيموصفففتال. توفي الأسبوع الماضي. توفي الأسبوع هذا. يعطيك صحة. جاني سيموصفففتال الله يرحمه. كان من رجال مقربين من بنبلة. نروا لك الشي اللي وقع بالضبط. جاني سيموصفففتال. قال لي ما تقعدش اللي هنا. هزني. ديريكتو من المطار. النهار اللي جاء. زيارة رسمية. مودي بوكايتا. ودك نهار اللي جاء. زيارة رسمية. هزني ديريكتو من المطار. ما عقبتش على السيرفي دو بوليس. وصلني حطل الطيارة. ما عقبت في الطيارة. ديريكتو من المارساي. مارساي قابلني ثم. بعلام السيرح. وصلني ثم. عطالي مئتين الف. وعطالي سيارة شانبور. وقال لي. باش تمشي النيس. المكان. في عوض نمشي ثم. وليت مشيت الهيار. عند البيت. واحد من المناظلين اللي كان يشتغل. قام بتاعنا سويسري. من الوتيل سويس. انتع لريدروي. ما اسمه سيوتر ايروين. قلت وقال لي مشي البيت. المهم قعدت. مدة ثم في البيت. حتي سمعت. بالانفجار تحت الباخرة اللي في عنابا هزي التليفون كلمت بنبلغ كان كان عندي رقم مباشرة كلمتوا كيفاش أوليدي قعدوا أنا رواح ومتني وما تخافش وشي اللي فاتمت وراك بحمايتي خذيت رايو هزي الطيارة وروحت تكلمت سعى مصطفى فتيل قلت لوريني جاي وماذا بيا مهفوش على الشرطة قابلني فعلا في الطيارة هبط من الطيارة مفوتش على الشرطة مشيت بيت عند وزير الشبيب والرياضة سادق باطل بيت في الدارة سادق باطل والحكم سادق باطل صديقي لأنه كان بريزينا لكوميسيان سيسيل في مدية وانا كنت في بوسعدة ومن ثمت ربطت علاقات مجاهدين مع بعض بيت عند سادق باطل لأم غدوة مشينا للمكتب في المينيستير شبيب والرياضة كلمت من بلا من ثم قال لي رواحني سناك عن ثلاثة ألاشية في اتفقنا اكتغديتنا والسادق باطل في لاريو لاريو تانجي قريبة من ثم الوزارة وقلت له سمحلي يا سادق نروح للدار نتاعي على الأقل نبدل البلد نتاعي بمسخة كي وصلت للدار نتاعي في غيوبيل طرنت كي نزلت في قدم البلدية في غيوبيل خبروا عليها لجندربري فالقاوا عليها القبض ثم في البيلة وانا داخل البيلة لديوني ديركتما لكازان الفردان عند بن شريف أحمد بن شريف عند بن شريف فدنا لكترين ميتاش قعدنا في لكترين ميتاش ثم ما لديش عارفو سبوع ولا وش كان تعرضوا التعذيب هذه الفترة ولا تعرضوا التعذيب ولا التحقيق في هذه الفترة لا لا ما عادبونا هنونا صح بالكلام موشباهي ولكن ما بسنا حتى كنا في لكترين ميتاش كان معي منور منور منظبي من قسنطينا لقيت أسير ثم ولقيت ثلاثة ولا أربعة من الناس قعدنا ثم في لكترين ميتاش قلت لك أيام ومن بعد جانا بنصوشا ذاك الوقت لا حد عنده خبر في ولقوا القبض من جملتها الليلة من ليالي عندي الوحدة تحل الباب في الصلاة على 4 ميتاش جاء واحد ما نعرفوش بلا لام إلكتريك خليفة خليفة محمد طهر محمد طهر كما يقولوا في ذاك الوقت قلت لهم مرحبا قال لهم نقضطني نقضط لي حياتي دار لام إلكتريك لوجه قال لهم لا عرف تكش قال لهم لها ورقة وستيل وكتب رسالة لما نتحب راني نوصل كتبت رسالة لزوجتي قلت لها تصلي بساة قباط طلوا راني في السجن في المهم بعد أسبوع دارونا سيارة وكان يسوقها بنصوشا بنصوشا اللي كان في الجنرابري هنا في جزار العاصمة أحمد مساعد يا أحمد بشريف ما نعرف ش تذكر في أسماء أسمحلي لما دغضغتني شوية في التاريخ بدأت جيل جزئية الوقت داهم ونا حبيت تشوية سارع نلقى مجموعة المجاهدين اللي كانوا كان مجموعة أبو العنان ونلقى مجموعة كبيرة نلقى خبزي نلقى جغابة نلقى مجموعة المجاهدين اللي ثم عبد الجبار مجموعة كبيرة وكنت أنا في سليل سي كنتويت مجموعة الشعباني في سليل سي كنتو تواصلوا بالحديث في الليل وفي النهار يعني ما نجموش نتكلم مع بعضنا سوى التنزنطان نتطبط على بعضنا وإلا لأن في السنك يمس وصول ما يبان لنهار ل ظلام دمس ما نعرف الوقت إلا واحد نصف ساعة تقريب يشعلونا اللامبات الوحيد الوقت اللي جيبونا المكلة نعرفوها بالوقت المغرب من بعد لما استشهد والأغطية سي محمد شعباني دخلوني اللاسيليول نتعو نعرف لأن في الجدار اللاسيليول كان كاتب بالمغرف والأغطية اللي كانت عنده كان كاتب الاسم نتعو هنا سيجينا شعباني محمد والكتابة بلخص العين شعباني نعرفها من ألف كتابة فقنا ثم في السيليول حتى إلى فطرة مدة جاوني نقلوني من ثم إلى الجزيرة العصمة واللي ما نطور عليك على الإخلام لأن اللي جاني نقلني كان كوميسار سنترال في الزاير عبد السمد عبد السمد جاء هزدي بسيارة بعد الإجراءات بدون إجراءات إدارية و لا تهام ولا تبرئة أصباح الفجر جاء و خرجوني من السيليول من جملتها كانوا يدرون سناسل و يدرون كريكب والدرجة ستطلع من سوصان الفوك الدرجة فيها حوالي 40 سنطيم يطلعون يطلعون السنسل و البول بقيت الآثار طلعون الفوك وجاني واحد قال لي خير تعوم بالمسخون ولا بالميلبرد استغفرت و شاهد قلت له هات المسخون اللي اخترها سيوح بشعباني تقتل أسابيع قبل العملية قلت له جيب المسخون جاب لي توضيت وجاني الأمل لما جاب لي شفران تحيلا قال لي كانت تحب تحفف وأنا ما عندي ش اللحية عمر شوية ثم طمأن نيت باللي ما يش قضية تغتيال هزون الدولي البيرو سنية سنية نلقى هذا عبد صمد قال لي عبد صمد رأو عندي أمر بش نوصلك للدزائر عند المدير الأمن ذاك الوقت ما كانش مدير الأمن كان يعدي سواسيني درايا كان في شمال أمر هزين مدير قال لي نستحي بش نلقى بش ندير الكليمانات وعدني بش ما تدير حدش قلت لورك وعد وصلني من ثم لدرايا ما جملت درايا قال لي جيد قال لي قال لي أنتم اللحظ تحب تدير وقال لي ثورة على بن بلا قلت له مرحبا بعثت لي الكلام الزي دا لش قال لي روي يحتاجك بن بلا قلت له مرحبا تفضل قال لي غضو الصباح وخرج تيني فونا ومبعد رجع قال لي وين تحب تبيت قلت له دينا عند السادق باطل السادق باطل يسكن قريب تم هزير شبي برية طاق همشيت لدر السادق باطل وصباح مشيت عند بن بلا وصلت عن بن بلا قال لي لازم تمشي تتصل بالمجاهدين اللي مزيروا في الجبل أي جمع رويني 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 وانتاس عمر صخري كان عمر صخري ورائي كانوا مازال مزيروا في الجبل وما كانوا نفضوا عماليات وما كانوا نفضوا عماليات ولا كانوا سما فرين كانوا في الجبل كانوا مربطين في الجبل فرين في الجبل وقلت واخترت ني سيحمد قال لي انت اللي تعرف الجبل وتعرف المنطق ونعرف تاريخك وعلى بالي بيك قلت له لكن نعطيني ورقة على قل وكان تاح بي كمين ولا يشدني الجيش وانا معرف علي وانا كنت في سجل قال لي يمشي برك ما تخاف خليت معي ولد خبزي بكير ومشينا من ثم البوسعدة بديت نبحث على الجيش في البوسعدة كان حتى خبر الطول كان حتى خبر وصلت البسكرة بديت نبحث على الجيش حتى انت لقيت مع عبد الرحمن الملكي قال لي الوحيد اللي دلك هو خير الدين ما هو شيخ خوه خير الدين مشي طبيعي تعجبت العلماء تقصد ما انت عجمعت علماء خوه قال لي مرحبا غدوة ارني نعطي الخبر اي فعلا لما غدوة لما رجعت له قال لي امشي للغبة خبزي قال ركت لقى جمع يسنو فيك مشيت فعلا الغابة خبزي نلقى براهيم ستة يستنى فيها بسيارة كاتص وكاتص خبزي يعني تقصد وزير التجارة في الاستقلال ومن الاخوان الاباضيين اللي يقطنوا في بسكرة من العائلة تعو لان عائلة خبزي عائلة بنين بزاب بسكرة نعم وعندهم غابة تبعد حوالي 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر بسكرة مشيت لغابة هذه نلقى براهيم ستة يستنى فيها بسيارة مشيت تصد مع مرسخاني وبلغت له رسالة وقال له واشار يقول بن بلا يقول لكم ماذا بيا تنزل وكل إنسان يرجع للمكان تهو الجندي يرجع الضابط يرجع الضابط ويقول يحب يخرج للحياة المدنية يخرج للحياة المدنية من جملتها سيارة خالي قال لي أنت جيد باش الرندو قلت له ياسي عمر لأنني بلغت رسالة لأنني كلفت بها نظرك أنت خوض الموقف اللي تحب من جملتها نذكر قال لي أنت معنا ولا معهم قلت له ياسي عمر ما فيك شكل نري مجاهد اللي ليست قال لي إذن الآن طبعا أمشي روح خبرتي سيب مبلة قل له نحن رمزلنا على العهد من ثم رجعت البسكرة من البسكرة ديرك ثم رجعت لمبلة وخبرته بنفس الكلام زدت شوية من عندي قلت له رمي قلو لك جماعة قلت له أصبر شوية جماعة رمزلوا على الحرارة تعدم من سيمو حمد شعباني يمزل سخون وجمع رم كامل متأثرين ورم يقول لك خلينا معنوا شوية في القضية حتى تبرد شوية الأمور هل شاهدت في مخص نعم ثم مباشرة عدت رئيس دائرة إلى منصب السبق ليلة كنت رئيس دائرة نعم كنت قبلها رئيس دائرة بسكرة ثم بعد خروج من التي قال عدت البسكرة ولا عينت منصب آخر لأن وجودي في بسكرة كنت شاهد على عدة أمور جملتها لزيارة جنرال جياب في مدينة بسكرة والتقاء بالشيء اللي نتذكر جنرال جياب كان لأن نسي محمد شعباني يستدعان الضباط لتشرف باللقاء مع جنرال جياب قال جنرال بكلمة قال لنحن ما لدينا حتى فضل بالنسبة قال لأن الجزيرة على ساعة بالطيران لفرنسا للمرسيليا ونحن الباخرة تعبر 40 يوم لتلحق عننا الفياتنام ونحن مطوقين بدول مستعمرة تونس والمروك والمالي والنيجر وغيرها ونحن متسندين على روسيا والتحت السوفيتي والأسلحة جينا بجميع أنواعها وبلادنا بكلها غبات ومستنقعات ولذا ثورتنا حنا والله حربنا بالنسبة لكم توم اللي عايشين في جبال هذه العريانة وفي العطش وفي كذا استغلتوا أيضا مشاهير آخرين على مستوى العالم كانوا زاروكم في بسكرة شيقيفار على ما أعتقد شيقيفار جاب زيارة لوريس ورفضوا بشي سوق به واحد كان هو اللي تمطي السيارة زار الوراس ومشى للريس وعند رحلة من الريس إلى مدينة بسكرة لما وصل للمشو وجد الحات سيارة وتكسر من الساق مدينة 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 ومدينة مدينة للمستشفى كان هناك طبيب فرنسا ويقول ليوبول دار لوجبير وطلبت للمشو جولة سياحية باش نحينا باش نحينا باش ندرنا في كوبا يقول نحن بالنسبة للمشو تعتبر جولة سياحية بالنسبة للشي اللي شفته هنا في الوراس والشي اللي شفته في الجبال لتعالجزائر هذه شهادة موتسي تونغ شهادة تشيقيف على أن الثورة الجزائرية كانت رائدة ولا مثيلها في العالم وكانت الولايه السادسة الجرداء في الطبيعة كانت درة الثوار دورة الثورة الجزائرية وكنت بحق بشهادة الأجانب قبل الأصدقاء وقبل المواطنين كنتم رجال وكنتم أهلا لما كلفتوا به ولما تطوحتم له وقدمتم الآلاف والآلاف من التضحيات من الشهداء الجزائر طبعا ما تنساش دوركم التاريخ ما ينساش جهاتكم وإن شاء الله ربي أعجركم في الآخرة على تضحياتكم الحديث الشيق جدا وتفاصيل مغرية مغرية بمواصلة الحديث ونقاط ظل وصفحات مجهولة كثيرة واجب مستقبلا إعادة فتحها وإعادة الطلاع عليها وكشفها للمواطنين قبل الباحثين للتاريخ يفخروا بلادهم يفخروا بالتاريخ ويعرفوا بالجزائر ما جاءتش هكذا سودا ما حققتش استقلال لا بمنا بدقون ولا بتوازنات إقليمية وحرب باردة كما يحاول أن يصور بعض المغريضين أو بعض الغيرين خلينا نقوله شكرا جزيلا الحاج محمد طار خليفة كلمة أخيرة قصيرة لو سمحت كلمة القصيرة الأخيرة نقول لك أنا لبيت الطلبة والأستدعان لإلا بشهادات ما عندي فيها ولا ناقة ولا جمل هذه شهادة لإلا في سبيل الله ومن واجبي باش نبلغ شهاداتي للأجهل القادمة وإذا تكلمت عن الولايات السادسة ما هوش قصدي مدح الولايات السادسة ولا مدح شعباني ولا ضباط شعباني حبيت نقولك حاجة وأن تكالبت القوات الفرنسية وقوات بلونيس الخايم بلونيس على الولايات السادسة لأنه كان في مخطط فرنسا أنا ذاك فصل الصحراء على باقي الجزائر وليذا فرنسا جندت جميع الوسائل تحارب الجيش الصحراوي اللي كان في الولايات السادسة باش يقولوا باللي الصحراء مكانش فيها نظار ومكانش فيها جهاد وأهلها رمطالبين باش يبقوا مع فراصة هذه هي الأسباب اللي تكالبت القوات الفرنسية والقوات بلونيس على الولايات السادسة باش ظهر أمام الرأي العالمي باللي الصحراء ما عندها حتى علاقة بالثورة الجزائرية وما يشمشاركة الثورة الجزائرية وهذه هي الأسباب اللي قلت لك تكالب القوات الفرنسية علينا وتمت المعارك في الولايات السادسة والكمال في الولايات السادسة حتى التوقف القتال أخر معركة مثلا النسيفة اللي تشهدون فيها 22 مجاد في شهر جوان سنة 1900 وما يشي الأخيرة من أكبر المعاركة في النسيفة في حذى دار الأخضر بالحاج الصالح اللي تشهدون فيها 22 مجاد وبعد المعركة فرنسا خذات 22 شهيد هذوك حطوهم واحد حذى واحد وفتحو لهم صدورهم ونحاو القلب انتاعهم القلوب انتاعهم إلا عرشه وداروهم في فم المجاهدين وحشاك في الجوال نعم نخازي فرنسا وجرائمها لن ينساها التاريخ ولن تنساها الأجيال الجزائرية وتبقى وصمة عار في تاريخها كما تبقى جهادكم وجهاد الجزائريين شاما وهاما وقاما عبر الأجيال شكرا جزيلا مرة أخرى شكرا جزيلا المشاهدين الأكارم وإلى موعد موعد آخر مع التاريخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة